بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة الله وبركاته وكيف تقرأ الف آية في نصف دقيقة في نصف دقيقة وتأخذ سواب قراءة الف آية الكثير مننا يعلم أن سورة الزلزلة بربع القرآن سورة الكافرون بربع القرآن يعني جاءت مرأة لرسولها السلام وعرضت نفسها عليه فنظر إليها ولم يرد فقال الصحابية الرسالة زوجنيها لم تكن لك بها حاجة فقال هل معك شيء تعطيها لها فقال له ليس معي شيء قال لتمس ولو ختم من حديد فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا جد شيء فقال له هل معك شيء من القرآن قال نعم قال هل معك الكافرون قال نعم قال ربع القرآن قال هل معك الزلزلة الزلزلة في الأرض وزلزلها قال نعم قال ربع القرآن قال هل معك إذا جاء نص الله الفتح قال نعم قال رب من القرآن قال ماذا معك سورة الإخلاص قال رب من القرآن قال اذهب فقد زواجتك إياها بما معك من القرآن نذر حذر حذر حديث ربما البعض أو كثير يعرف مننا فضال هذه السورة لكن الألزل يتعرفه أن هناك سورة والحديث صحاح والحاكم رحمه الله في المستدرج بألف آية سورة التكاثر ف سورة التكاثر بألف آية الصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة من منكم يستطيع أن يقرأ ألف آية في يوم قال رب من يتيقوا ذلك من يقدر فقال لهم من قرأ سورة من قرأ ألهاكم التكاثر فقد قرأ ألف آية نذروا كلنا نحفظ نحي هذه السنة أهم حاجة إخلاص النية واحتسب الأجر فلما تعمل العمل وتعرف الأجر والسواب هذا يفرق كثير جدا في السواب من عمل عملا يحتسب أجره عند الله فهو حسب يتنله عند الله فمعرفة الأجر هام جدا فخلاصه النية واحتسبه الأجر هام جدا ففي سورة الظهر في سلطة الظهر في سلطة العصر استحضر النية وأقرأ سورة التكاثر بنيت أن تأخذ ألف آية ومع دي بألف ركعات التانية ممكن أن تقرأ سورة الزلزلة سورة الكافرون سورة الفتح بنيت أن يدي بربع قرآن وصورة الإخلاص ولو قرأتها تلت مرة بتأخذ أجر قرآن كله ماشي ده كله معروف لكن مش هنقدر نقرأ السورة دي ونتقل فإذا ما أقرأ سورة التكاثر أستحضر النية أن أنا بأخذ ألف آية فسورة التكاثر من السور الهامة فمرة تقرأها في سورة الظهر في سلطة الظهر وتقرأها في سلطة العصر ومع استحضار النية وإخلاص النية واستحضر الأجر فأنا أكتب لكم الحديث تحت الفيديو نسخون شوه نرشح هذا العمي في الثام عظيم أنا أعلم علما فإن أقرأ عام بيام القيامة وإنشانت وشوش تفعله جرسوا في شرق فنال أنسى لكم كل جديد وساعدوني عن عشرة السنة السنة يا تنبوية أقولي قولي هذا استغفر الله ليه لكم